السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى كيف نستعمل ال UDP Connection إذن رأينا ال TCP Connection هي طريقة لتسوية connection بين أجهزة فيه أيضا طريقة ثانية هي استعمال protocol UDP User Datagram Protocol هذه الطريقة تعتمد على إرسال packets هناك 2 classes هامين سنستعملها في البرامج اللي هنكتبها اللي هي Datagram Socket والDatagram Packet Datagram Socket إذن في البرنامج هننشأ Object نوعه Datagram Socket مثلا هنا DS يسوي New Datagram Socket بين قوسين سنضع الport الذي من خلاله سنستلم المعلومات عندما نريد نرسل معلومات إذن نحتاج لإنشاء Object نوعه Datagram Packet إذن هنا المعلومات التي نريد أن نرسلها عندي Packet نوعه Datagram Packet يسوي New Datagram Packet بين قوسين وضعت المعلومات التي أريد أن أرسلها إذن هنا ToSend.GetByte إذن عندما نريد أن نرسل معلومات سنرسلها من طريق Bytes ثم طول الكلمة وطول المعلومة عدد الحروف الموجودين في الكلمة هنا الادرس إلى أي مكان وريد أن أرسل هذا الباكت والport من خلال أي بورت هنا المثال الذي أقترح عليكم لفهم كيف نستعمل الUDP Connection عندي اثنين برامج برنامج للسيرفر وبرنامج للكلاينت هنا أنشأت كلاس UDP Server عندي في البرنامج الثاني كلاس سميتها UDP Client قمت بإمبورت لكل الباكيجز الهمين Java.io Java.net Java.util نفس الشيء بالنسبة للكلاينت بالنسبة للسيرفر الآن في الكلاس السيرفر الخطوات قسمتها بالطريقة التالية أولاً أريد أن أشعر السوكت إذن حددت البورت هذا البورت السيرفر الذي حيستلم منه المعلومات ثم أنشأت Datagram Socket Socket تساوي New Datagram Socket وضعت بين قوسين البورت هذا البورت السيرفر بورت نفس هذا الجهاز اللي حيقع تشغيل السيرفر عليه ثم المرحلة الثانية هي استلام الباكيت عندما نريد أن نستلام الباكيت نحتاج إلى مصفوف منه البايتز لأن المعلومات ستأتي في شكل بايتز مجموعة من البايتز إذن عرفت مصفوف من البايتز حجمه 252 أنشأت الباكيت إذن من الكلاس Datagram Packet وقلت أن هذا الباكيت يسوي New Datagram Packet المصفوف من البايتز طول المصفوف buff.length عشان يعطيني طول المصفوف ثم هنا تبعت I'm Waiting يعني السيرفر هيبقى ينتظر متى يحصل على الباكيت بعد أن نسوي Execute لهذه الانستركشن السيرفر هيبقى ينتظر باكيت Socket.Receive إذن هذه الانستركشن تمكن من استلام الباكيت بعد أن استلمت الباكيت المرحلة الثالثة هي قراءة محتوى الباكيت إذن سويت S إذن هذا String يسوي New String بين قوسين وضعت Packet.GetData أعطيني المعلومات إذن هذه الدالة أو هذه الميتود ستقوم بإرجاع المعلومات الموجودة في الباكيت وسأقرأ المعلومات من المربع سفر لأن قتلكم أن المعلومات حتى أتي في شكل مصفوف من البايت إذن سأبدأ أن أقرأ من المربع رقم سفر إلى نهاية الباكيت إذن سأقرأ كل العناصر اللي أتت في الداتا وأخزنها داخل S الجملة S ثم طبعت قيمة S إذن طبعت ThePacketContains يحتوي الباكيت على الجملة S المرحلة الرابعة وليست ضرورية لكن فقط لو أردنا أن نعرف من أين أتى هذا الباكيت بإمكاننا أن نتحصل على الأينت أدرس للكلاينت إذن أينت أدرس يساوي الباكيت.getAddress الباكيت أتى من مكان معين إذن عندما نسوي getAddress هيعطيني الأدرس للكلاينت وبيمكاني أيضا أن أعرف البورت للكلاينت clientPortPacket.getPort إذن هذا يعطيني بورت الكلاينت يمكن أن نستعمل هذه المعلومات لإرسال الباكيت للكلاينت لو أردنا أن نجيب لكلاينت حنستعمل هذه المعلومات إذن أطبع قيمة الأدرس أطبع قيمة البورت وفي الأخير أقوم بتقفيل السوكت بالنسبة لبرنامج لكلاينت إذن قمت بإمبورت لل الباكيجز اللي أحتاجها أنشأت class UDP client حددت البورت هذا بورت لكلاينت الذي يمكن أن يستعمل لإستلام معلومات يمكن أن تأتيه من السيرفر أنشأت التاتجرام سوكت يسينيو التاتجرام بين قوسين وضعت البورت للكلاينت المرحلة الثانية قمت بإنشاء الباكت الذي سأرسله حددت الآينات أدراس إذن الأدراس هذه إلى أي مكان أريد أن أرسل الباكت هذه حتكون أدراس السيرفر بإمكاني حتى أن أوضح أكثر إذن أدراس سيرفر أو سيرفر أدراس سيرفر أدراس سيرفر أدراس هنا سأوضيف كلمة سيرفر إذن سيرفر أدراس ثم حددت البورت للسيرفر إذن سأرسل لهذه الأدراس عن طريق هذا البورت إذن هذا البورت هو الذي وقع تعريفه أذكر في السيرفر هذا هو بورت السيرفر إذن هام جداً لو أردنا نرسل للسيرفر نحتاج إلى عنوان السيرفر وأيضاً البورت الذي فتحه السيرفر الذي سيستطيع أن يستلم المعلومات ثم هنا الجملة التي أريد أن أرسلها Hello I'm the client ثم أنشأت الباكت إذن Datagram باكت هام جداً أذكر أن ال UDP Connection تعتمد على إرسال باكت نخزن المعلومات داخل باكت New Datagram باكت هنا الجملة s.getbytes إذن هذا هيرجع لي الجملة في شكل bytes s.length هذا هيعطيني طول الجملة يعني عدد الحروف الموجودة وضعت هنا إلى أي مكان أريد أن أرسل الباكت إلى هذه الأدرس وهذا البورت ثم أقوم بإرسال الباكت كيف أرسل الباكت؟ إذن لو نفذت هذا البرنامج إيش سيحصل؟ إذن أبدأ دائماً بتشغيل السيرفر السيرفر سيقول سيقوم بإنشاء Datagram socket وينشأ الباكت اللي سيستقبل المعلومات ثم إذن سيطبع I'm waiting سيبقى ينتظر هذه الأنستركشن ستتخليه في حالة انتظار إلى أن يرسل الكلاينت الباكت عندما يصل إذن على ماذا يحتوي الباكت للكلاينت؟ سيحتوي على الجملة Hello, I'm the client هنا عندما نقرأ المعلومات الموجودة في الباكت سنقرأ إذن Hello, I'm the client وهيقع تباعتها في السيرفر لو شغلت هذا البرنامج إذن أنفذ هنا الكمبيوتر يقول waiting packet إذن أحنا موجودين في هذه المرحلة waiting packet والكمبيوتر ينتظر هنا socket.receive packet عندما أشغل السيرفر الكلينت إذن الكلينت حيقوم بإرسال Hello, I'm client إذن حيرسل هنا socket.send packet حيقع إرسال الباكت للسيرفر وحنا نتحصل على الشيء التالي إذن سيطبع the packet contains موجود هنا نقطتين الجملة s اللي هي Hello, I'm the client ثم بما أني أردت أن أعرف من أين أتى هذا الباكت قمت بإنشاء object نوعه iNetAddress يحتوي على الأدرس للكلينت والPort أيضا PacketedPort يعطيني الPort للكلينت قمت بإتباعات ClientAddress هذه هي أدرس لكلينت وذكر أن الكلينت والسيرفر واقع تنفيذهما على نفس الجهاز لذلك عندي دائما نفس العنوان اللي هو localhost أو 127.0.0.1 ثم الPort للكلينت اللي هو 9928 وذكر أنه هذا هو الPort بإمكاني أن أستعمل هذه المعلومات الادرس والPort لإرسال packet للكلينت ترجمة نانسي قنقر